إننا القرآن يغذي للذيك يا قوام ويمشر المؤمنين يذبير اللذي يا قوام ويمشر المؤمنين يبدأ بقرار البيات ولكن من طبقه علي قليلا يصعد إلى الدرجة الرابعة لا يذهب إلى الرصد وهذا المعتاد ولكن يصور مقام البيات على الدرجة التي تتناسب مع صوته وهذا فكر جديد هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكان الرصد هنا في الدرجة الرابعة هكذا نلاحظ أنه يقول بيات آخر بسم الله الرحمن الرحيم هو يعرف أنه ملك مقام البيات ومعظم القراء جيل الشباب أخذوا جمل وتكنيك الأداء في جواب البيات من شيخ شعبان عبد العزيز الصياد كأنه يرسم بصوته يعرف منطقة جمال صوته حينما يصعد إلى هذه المنطقة يعرف أن أشقاء البيات الحجاز وكذلك الصبا هو لا يذهب إلى الكرد الأخ الرابع هكذا بيات هو الله يغير يقول الصبا هو الله الحجاز على نفس الطبقة هو الله الشيخ شعبان الصياد حينما يقول المقدم أن قارئنا الليلة هو الشيخ شعبان الصياد يعرف الجميع ويكبرون ويهللون نحن في صهرة قرآنية وسنستمع بقارئ من طراز فريد إنه الشيخ شعبان الصياد